التعامل مع الأعمدة يمكنك إدراج أو حذف عمود على سبيل المثال أو تغيير اسمه وذلك كما يلي حدد على سبيل المثال هذا الحقل يمكن إدراج حقل قبله إن أردت ذلك بالنقر بالزر الأيمن ثم اختيار إدراج عمود لاحظ هنا تم إدراج عمود جديد هنا على سبيل المثال في هذا المكان قبل العمود المحدد يمكن تغيير اسمه بالنقر على الاسم على سبيل المثال وتغيير اسمه الى اي اسم على سبيل المثال مثلا نكتب تاريخ الطبع على سبيل المثال ويمكن تحديد تنصيق بياناته ان اردت ذلك فيما بعد لاحظونا تم ادراج حقل جديد الان يمكن تحديد هذا الحقل بالنقر بالزر الايمن للماؤس يمكن حذف العمود ان اردت ذلك اختر حذف العمود انقر نعم ليتم حذف العمود ويمكن تغيير اسم اي عمود بتحديد الحقل لاحظونا انقر نقر مزدوجا عليه مثلا تاريخ بدلا من التأليف تاريخ الطبع على سبيل المثال لاحظونا بعد كتابته يمكن الانتقال الى اي سجل او حقل اخر لاحظونا تم تغيير الاسم